اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى الاقراض من 20 وربع في المية الى 22 وربع في المية فدي هي الزيادة اللي هتبقى على سعر الاداع والاقراض طب ده هيقصر ازاي دايركت كده بعد زيادة البنك المركزي سعر الفايدة جميع القروض على الشراكات القبرى المرتبطة بسعر الكوريدور في البنك المركزي هتزيد 2 في المية لكن القروض التجزئة المصرفية اللي هي مخصصة للأفراد هتظل كما هي دون تغيير يعني اللي واخد كرد سيارة اللي واخد كرد شخصي الفايدة بتاعته هتفضل قائمة عليها من غير ما تتغير بسعر القديم لان اسعار الفايدة على الكوريد الشخصية وكوريد الأفراد دايما مش بتبقى مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي لكن القروض اللي هي مرتبطة بسعر الكوريدور سواء كانت قروض شخصية في بعض البنك بتربط الكوريد الشخصية وكوريد السيارات بسعر الكوريدور ويمكن دي نسبتها قليلة لكن كل القروض بتاعت الشركات الكبرى اللي هي شركات المأولات شركات العقارات شركة الصناعة اللي هي مرتبطة بسعر الكوريدور كلها هتزيد 2 في المية فاللي كان واخد فايدة مثلا 22 في المية بعد الزيادة هتبقى 24 في المية دا بالنسبة للقروض طيب والشهادات الشهادات طبعا القائمة لدى البنوك اللي هي بسعر فايدة سابت هتظل كما هي مش هتتغير لكن الشهادات المرتبطة بسعر الكرو دور فيه شهادات متغيرة العائد ويمكن دي بتناسب أكتر بعض الشرائح المجتمع بيفضل يستثمر فيها خاصة الشركات دي هتزيد ديركت 2% يعني اللي كان بياخد سعر فايدة 20% على الشهادات المتغيرة العائد هتبقى 22% طيب والشهادات اللي هي ثابتة زي الشهادة 27% اللي بيترحى البنك الأهل ومصر أو الشهادة 22% اللي بيترحى بنك السيئة بيبعاء الثابت لأ دي هتبقى زي ما هي هتظل زي ما هي لأنها غير مرتبطة بسعر الفايدة على الكوريدور لدى البنك المركزي طبعا البنك المركزي ذكر بالتفاصيل أسباب رفع سعر الفايدة 2% في أول اجتماع لخلال 20-24 من أهم التفاصيل اللي ذكرها البنك المركزي هو التوقعات أو المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم البنك المركزي التضخم هو ده رمز أو مصطلح بيتم استخدامه لقياس معدلات ارتفاع أسعار السلع في السوق فمن مستهدفات البنك المركزي ومن أهم مستهدفات البنك المركزي كتح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية دي هدف البنك المركزي المصري وكافة البنوك المركزية على مستوى العالم هي بتهدف إلى الاستقرار النأدي اللي هو استقرار سعر سترف واستقرار معدل التضخم فطبعا البرك المركز ذكر في تفاصيله أنه عنده زيادة في مخاطر توقعات ارتفاع الضغوط التضخمية وهتزيق وهتستمر الضغوط التضخمية في ارتفاعها عن النمط المعتاد وده بمعناه أنه هيبقى فيه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وكمان بسبب زيادة الطلب وبسبب ضبط السياسة المالية أو ضبط المالية العامة أنتوا عارفين طبعا أن وزارة المالية بتخفف الدعم خففت الدعم في شهر واحد في أول بداية شهر يناير عشرين واربعة وعشرين على الكهرباء يعني رفعت أسعار الكهرباء ورفعت طبعا ومتوقع كمان لجنة اللجنة اللجنة اللي هي المختصة بتحديد أسعار البنزين هتجتمع خلال الربع الأول من عام عشرين واربعة وعشرين يعني الربع الأول ده بيبقى من يناير لحد مارس ومتوقع ممكن قرار لجنة التسعير للطاقة ممكن تزود سعر البنزين أو سعر السولار حسب اللجنة ما هتقرر في زيادة أو لأة بناء طبعا على دراسات وبناء على تحرقات أسعار النفط العالمية وتأثيرها علينا إيه في مصر دي ممكن كلها أسباب ممكن تحيد بارتفاع معدلات التضخم هو بالفعل عشرين تلاتة وعشرين بدأ التضخم يستجيب وتراجع على مستوياته وتراجع معدل التضخم إلى تلاتة وتلاتين وسبعة من عشرة بنهاية شهر ديسمبر اللي فات وهو ده التضخم اللي على مستوى المدن اللي هو بيطلعه جهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء وكمان هو المستهدف من البنك المركزي أنه يحوله إلى رقم أحادي رقم أحادي يعني هو تحت العشرة في المية فطبعا البنك المركزي بيستهدف أنه التضخم يبقى بين خمسة في المية لتسعة في المية سبعة في المية بلص أو مينس اتنين في المية خلال الربع الأخير من عشرين أربعة وعشرين يعني هو مستهدف تضخم ما بين خمسة في المية لتسعة في المية فده معدل أحادي طبعا البنك المركزي هو بيستخدم الرفع الفايدة علشان يقلل الطلبات على الشراء ويمتص السيولة من السوق ويحفز الناس على الادخار طب هل ده معناه ان البنك المركزي بعد رفع سعر الفايدة البنوك ممكن تطرح شهادات جديدة وكمان يحصل خفض لسعر الجنيه او عودة مصر الى مرون السعر الصرف في الحقيقة فيه توقعات كتيرة جدا من محللين وكمان اقتصاديين كنا تكلمنا معهم قبل كده هما كانوا متوقعين ان يبقى فيه رفع للبنك المركزي لسعر الفايدة لكن هما كانوا متوقعين رفع باكتر من 2% كانوا متوقعين رفع من 3% ل5% وربطوا الزيادة بتاعة سعر الفايدة بتحول مصر الى سياسة سعر الصرف المرين سعر الصرف المرين يعني تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه وترك تحديد سعره امام الدولار والباقي العملات الاجنبية وفقا لسياسة العرض والطلب يعني وفقا للمعروض من الناد الاجنبي في السوق وحجم الطلب عليه فبالتالي هنا البنك المركزي ممكن عفوا ممكن البنك المركزي يحرك الجنيه ويخفضه في ظل عودة التعاون او وجود بعث الصندوق النعد الدولي اللي هي بتزور مصر من الاسبوع اللي فات وكانت بلومبرج وجالة بلومبرج ذكرت النهاردة ان البعثة مستمرة خلال الاسبوع ده وبيناقشوا صفقة بقيمة عشر مليار دولار هتيجي من بعض الشركاء الدوليين استبعدت طبعا بلومبرج حسب مصادرها وحسب ما ذكرت ان الصفقة ديها هيبقى فيها دعم خليجي هيبقى دعم من مؤسسات مالية دولية تبقى من مثلا البنك الدولي طبعا وفقا لمصادر بلومبرج فمن الاهم طبعا سياسات الصندوق النقد الدولي او الرشدة بتاعته ان لازم اي دولة تتحول الى سعر صرف مارين هو الصندوق يشوف ان سعر صرف المارين ده هو بيحمي اي دولة من اصطدمات الخارجية فبالتالي لما انت ببقى سعر صرف مارين يتحرك الجنيه او العملة المحلية وفقا للعرض والطلب ده بيحمي كمان من استنزاف الاحتياطي لان اي دولة بتدعم العملة بتاعتها بتدعمها من الاحتياطي النقد اللي عندها بتضخ دولارات في السوق عشان تقلل المضاربات على العملة فطبعا السندوق هو بايما بيوصي جميع الدول اللي هو بيتعامل معاها لو فيه تعاون بين دولة والسندوق لازم تتبع سياسة السعر صرف مارين ده من اهم طبعا السياسات اللي هو بيتفق عليها بجانب كمان تشجيع الاستثمار الخاص وتقليل الدولة او تخرج الدولة من بعض الاصول المملوكة لها لصالح الكطاع الخاص لسد الفجوة اللي هي الدولارية طبعا السندوق زكر جهات ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في اجتماعه في مؤتمر صحفي امبارح وقال ان فيه مناقشات بتتم مع مصر والمراجعتين للبرنامج الاصلاح الاقتصاد اللي بيدعمه السندوق بقيمة تلاتة مليار دولار بيتم فيه مراجعتين تمهيدا لصرف الشريحتين او الشريحة التانية والتالتة اللي هما بيقدروا الشريحتين مع بعض بسبعمائة مليون دولار لمصر طبعا يمكن هي الشريحة سبعمائة مليون دولار مش قيمة كبيرة جدا لكن هي مستستندوق انه بيديك دعم او شهاد السقة ان الدولة اللي بيتعاون معاها قدام المستثمرين العالميين بتصير في المصاري الصحية وبالتالي ده بيعمل ثقة اكبر وبيخلي فيهم مستثمرين اجانب ممكن يدخلوا الدولة دي وبيبقى عندهم ثقة في اتجاه الحكومة في نحو الاصلاحات طيب هل البنك المركزي هيخفض الجنيه طبعا احنا عارفين بكرة اجازة ويوم السبت اجازة الاجازة الرسمية للبنوك يوم الحد ده هنعرفه هل هيتم خفض او مش هيتم خفض محدش طبعا عنده معلومة اكيدة هل البنك المركزي هيتحرك لخفض الجنيه وفقا للتوقعات ولا هيتمهل بعض الشيء لحد ما يوصل الاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ثم يقرر اعط النظر في خفض قيمة الجنيه او تركه حر وفقا للسياسة العرض والطلب فهيشوف ايه السيناريو الانسب بناء على انتهاء المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي طيب هل البنوك هتطرح شاهدات مرتفعة الفايدة؟ بالفعل فيه توقعات بتقول ان سعر الفايدة المطروحة بـ 27% او 22% في بعض البنوك غير كافية بالمرة انت لما يبقى عندك تضخم مرتفع 33% و7 من 10 وعندك توقعات ان التضخم هيزد اكتر فالفايدة لازم تبقى فيه عائد حقيقي العائد الحقيقي العائد اللي انت بتاخده على الشهادة او الحساب بتاعك لازم يكون اعلى من التضخم فيه فرق اعلى من التضخم يعني لو احنا طرحنا 33% و7 من 10 من 27% اللي هي اعلى شهادة متروحة في البنك الاهل ومصر هنلاقي فيه مائنس مائنس 7% او بالسالب العائد بالسالب يعني الفلوس بتاعت العميل مش بتحقق ربح فعلا فعشان كده بعض الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين توقعوا ان البنوك هتطرح بتوجيه من البنك المركزي شهادات بسعر فايدة 30% و32% عالجنيه المصري وطبعا فيه ناس ربطت ان سعار الفايدة المرتفعة دي هتشجع المصريين اللي عاملين بالخارج ان هم هيحولوا تحولات بتاعتهم للبنوك في القطاع الرسمي بدل السوق الموازي وبالتالي هيستفيدوا بالربح العالي عالجنيه المصري فدي توقعات بالنسبة للمصرفيين والمحللين طيب كمان في حاجة تانية ان البنك المركزي كمان ذكرها النهاردة في تقرير رفع سعر الفايدة احنا هنرجع تاني للأسباب ان هو طبعا توقع ان هيبقى فيه تباطق في معدل الناتج المحلي احنا فعلا فيه تباطق حصل في الربع التالت عشرين تلاتة وعشرين ووفقا لآخر الأرقام معلنة كان تراجع معدل النمو الناتج المحلي إلى 2.7 من 10 من 2.9 من 10 من الربع السابق ليه والبنك المركزي بيتوقع فيه تباطق اكتر في العام المالي عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين احنا طبعا عارفين ان مصر تعتمد على العام مالي بيبدأ فيه اول يوليوم من كل عام وينتهي في نهاية يونيوم من العام التالي فبالتالي البنك المركزي متوقع ان هيبقى فيه تباطق في معدل الناتج المحلي ده بسبب التوترات الجيوسيسية في المنطقة والتبعات السلبية طبعا للحرب بين اسرائيل وحماس وكمان الاضطرابات في البحر الاحمر احنا طبعا شفنا الهجمات من الحسيين على السفن الشحن العالمية خلت فيه سفن كتير جدا تحول مصارها من البحر الاحمر إلى مصار اخر وده طبعا اثر على ارادات قناة السويس من النقد الاجنبي ومصر بتواجه خلال اخر عامين فجوة كبيرة من النقد الاجنبي وازمة التراجع النقد الاجنبي بعد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتبعتها السلبية على مصر بخروج 22 مليار دولار استثمارات اجنبية غير مباشرة ويمكن الاستثمارات الاجنبية غير مباشرة ما خرجتش من مصر بس ده خرجت من كافة الاسواق النشأ لان الاستثمارات الاجنبية بتقلق من اي مخاطر موجودة في المنطقة فبتتحول دايريكت انها تطلع وطلع فلوسها من الدول النشأة لصالح الدول اللي هي للملازات الامنة زي امريكا واوروبا فبالتالي احنا شفنا طبعا 22 مليار دولار تطلعوا في النص الاول من 20-22 وده عمل ضغط كبير على البنوك وعلى توفيرها والبنوك دبرتها كلها للمستثمرين طبعا الاجانب لكن ده تتسبب في ضغوط كبيرة جدا على الجنيه احنا ما زلنا بنعاني منها طبعا دلوقتي وشفنا انتشار السوق السوداء وشفنا تراجع تحولات المصريين اللي عاملين بالخارج دي كلها اوضاع يمكن بتمر بها مصر وكلنا عارفينها والبنك المركزي طبعا والحكومة بقى فيه تعاون ان جذب او تعزيز السيولة الدولارية والنادي الاجنبي من خلال تخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها من الشركات الحكومية اللي هي مملوكة للدولة او من خلال قروض بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وعلى رأسها طبعا صندوق النادي الدولي طبعا احنا هنتابع معاكم الايام الجاية تحرقات البنوك يوم الحد بعد قرار البنك المركزي برفع الفايدة 2% هل البنوك هتطرح شهادات عالية ولا لا هل هيحصل خفض للجنيه زي ما هو متوقع من بعض المحللين والمصرفيين ولا هيتم ارجاء الخفض الجنيه حتى حسم المفاوضات مع صندوق النادي الدولي ده كله هنعرفه مع حضراتكم يوم الحد الجاي انا بشكركم جدا كانت معكم منال عمر صحفية قسم الاقتصاد الى اللقاء